تعالوا نفتكر مع بعض كده جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة السبعتاشر اللي طبعا على القمة متربع بتسعة وتلاتين نقطة من تلاتاشر فوز النادي الاهلي بالعلامة كاملة تلاتاشر مباراة بتلاتاشر فوز ثم بيأتي بفارق سبع نقاط نادي المقاولين العرب وزيادة تلات لقاءات عن الاهلي في المركز الثاني الزمالك بأربعتاشر مباراة منهم ثمانية وعشرين نقطة في المركز الثالث الاتحاد السكندري اللي عنده فرصة النهاردة نواتها خطة الزمالك ويصل للمركز الثالث عنده سبعة وعشرين نقطة من ستاشر لقاء فرمت صاحب المركز الخامس بستة وعشرين نقطة ام بي سادس بثلاتة وعشرين نقطة الانتاج الحربي سابع بثلاتين وعشرين نقطة وبعدين فلقتين في المركز الثامن والتاسع بنفس رصيد واحد وعشرين نقطة سموحة والاسماعيلي حرس حدود بيجي في منتصف الجدول تقريبا بعشر نقاط في مركز العاشر بثمنتاشر نقطة زي وزي الجونة صاحب المركز الحداشر المصري بورسعيدي اللي بيترنح بنتائج متسبزبة في المركز الاثناشر بسبعتاشر نقطة واكيد ما كان لقاء ليق تماما ببورسعيد والمصري بورسعيدي ثم بيأتي في مركز التلاتاشر طلع الجيش برسيد خمستاشر نقطة بنفس الرصيد مع أسوان صاحب المركز الاربعتاشر واللي تخلى عن المراكز الأخيرة بفضل فوزين متتاليين ديجلا بيجي في المركز الخمستاشر برسيدة 14 نقطة وبنفس الرسيد تنطف المركز الستاشر وهنا نبدأ مثلس الخطورة تنطف الستاشر المقصة في السبعتاشر ومحاولة نيجيرية لإنقاذ أبناء الفايوم من مركز الخطورة في المركز قبل الأخير ب13 نقطة وأخيرا الوافد الجديد على الدوري نادي أفسي مصر في المركز الأخير من 16 مباراة حقق 11 نقطة فقط لغير بمباراتين فقط اللحق فيهم الفوز شكرا